تحية غطيرة إذن متاخنة جديدة بعمل فلسطة الأمل بين السياسة المتفائلة والميونج السعيد مقدمة ينتج عن الأمل شعوره الأكثر إيجابي يمنعنا الثقة التي تدفعنا إلى العمل نحن دائما سلبيون فيما يتعلق بأمالنا المفروضة علينا عن المكره عندما يأمل شخص ما ينصب كل انتباهه بشكل خاص على موضوع الأمل أو ما هو مأمول أن الأمل هو الإيمان بالمسلحة الشخصية أو الجماعية للفرط أو بشخص ما أو بشيء لمن ما نتمتع به من أهمية قصوى أن الأمل يعمل لأنه يقوم على عدم الاقين والجهب ما يخبيئه المستقبل لانا لجد من رؤية الدرج كله يسعد إلى أعلى الأرض فقد اتخذ الخطوة الأولى عندما تقود سيارة في منتصف الليل لا يمكنك رؤية الرحلة بأكملها في لمح البصر يمكن أن تضيء مصابيحها الأمامية فقط 100 متر للأمام لكننا ما زلنا نأمل في الوصول إلى الوجهة المقصودة أن الثقة الناتجة على الجهة تدور حول إعطاء الحياة لتوقعاتنا غير مؤكدة لتحقيق بعض الخير في المستقبل وعدم إدراك نقيذة تماماً كما يرتبط هذا التوقع بالخوف فيما يتعلق بإمكانية تحقيق كل ما يعارض موضوع الأمل يكذا نأمل وفي نفس الوقت نخشى الفشل ليأتي الأمل واحدة لكن غالباً ما يكون مصعوباً بالخوف ويكذا يمكننا أن نتحدث عن نزيج من الأمل والخوف من الجهة بما سيأتي في المستقبل بما يتعلق بهذا النقص في اليقين الذي يتبعه الخوف تبرز عدة أسئلة عندما نتحدث عن الأمل ما هو الأمل؟ ما الذي يقوم عليه؟ الواقع أو الوهم؟ هل له وظيفة في الوجود؟ هل يقودنا إلى ما يسمع لنا بعدم الوقوع في الاستسلام؟ هل هو شعور بيقيننا كوننا متقهسين أو محرك للعمل والشجاعة؟ هل نضع حياتنا في حالة من عدم اليقين؟ وهل يجب أن نأمل؟ هذه الأسئلة والوصول إلى تحقيقها من الضرورية أولاً فأحصل عن نصر اللازم إلى تحقيق وجود سعيد هذا الجانب الفردي إلى عد ما من ميل الإنسان إلى نتيجة مواتية سيسمع لنا أن نفحصها للمرة الثانية جانبها الجماعي في العلاقة الاجتماعية التي نعتبرها هنا تفاؤلاً في السياسة وسيتم التركيز في المرة الأخيرة على التفاؤل الوطني بتقييم إمكانية مشاركة الشعب في السعادة الوطنية نبدأ في العنصر الأول بالمجون السعيد إرتبط الوجود السعيد بالرغبة وبالتالي ترتبط الرغبة بالحب الحب هو طاقة حيوية متاحة للجميع بناء على الوجود السعيد فإنه يستخدم أساس مبدأ الحياة ذاتها العب والأمل أصبح مألوفين إن هدف الرجاء هو فقط لأنه جزء من موضوع الحب ما نأمله يجب أن يكون محبوباً قبل كل شيء مهما كان موضوع الرجاء فإن نهاياته هي التمتع بوجودنا أي الوجود السعيد في النقطة الأولى الأمل والسعادة والعلاقة بينهم نحن بطبيعاتنا نسعى للتمتع بملاثات الحياة البسيطة نهيك عن المثل الاجتماعية والسياسية والدينية والإنسانية والعلمية المبادئ والقيم التي يجب أن نلأم المجتمع الذين نعيش فيه تعمل فقط فينا بشكل غرب وبشر ومع ذلك في هذه المبادئ والقيم فقط لا تتعارض أهداف الأمل لدى البعض مع أهداف وقيمه للآخرين لأنه مع الاهتمام المفرد بمصلحتي مصلحة الفرد ومصلحة الشخص بينما أدرك أملي يمكن أن أحترم أن أحرم الآخر من فكرته بعيدا عن كونها فكرا سحريا خالقا للطبيعة تتيح لنا فلسفة الأمل أن يكون لدينا موقف ضرور للإيمان بالغد وتصارف والالتزام مع عدم الإخليل بقواعد السلوك الذي يعتبره حسنا إنه يهلمنا أن نرغب في شيء ما أي أن نحصل على بعض الرضا نفسها حتى قبل تحقيق المنشوء إنه الطريق الذي نصير فيه نحو الهدف المنشوء نستخدم خير وكل ما يحتويه لأنه من المستحيل أن نأمل دون أن يكون لدينا شيء نتخيله في مواجهة المحنة اليومية مثل المعانية والبؤس والنضرة والأزمات والفجيعة والمرض نأمل في أيام أفضل عندما نخرج من الفقر المدقع هذه ستكون لدينا ظروف أفضل حيث سنشفى من بين أشياء الأمل لدينا السلام في زمن الحرب والطعام في المجاعة والتغيير أثناء الأزمات السياسية وكسب ما نعيش أو نعمل به في البطارة والسعادة لأطفالنا وأحباب أهداف الأمل ليس قبل القياس الكمي ولكن هذا لا يمنع من تحقيقها على رغمنا الصعوبة أنها تتناسب الرغم من الجاهل في المستقبل في إطار الواقعية وتقوم على عقيدة مراعاة القيود التي يفرضها الموقف وكإرادة يمكن الأمل أن يرتبط بالغريزة في هذه الحالة يكون مدفوعا بقوة إرادة الحياة أو إرادة النوع في البقاء لأن الجسد يمكن أن يؤثر على العقل في رؤيته المستقبل إنه الأمل في العثور على الزوج وإنجابة الأطفال والعيش بسهول أمالي يومي لذلك هناك اختلاط منها يختلط موضوع الرغم من موضوع الأمل الآن ما العلاقة بين الأمل والحلم الأمل هو الرغبة دون قيوم قوة في حدود الوهم لأن يكون الأمل وسيبقى إلا من خلال إرادتنا بمعنى أننا الحاملون الوحيدين للأمل إذا كان الإنسان كما يعتقد صارت المشروع فنحن في مقام الأول نقوم بهذا المشروع نشهد مشروع صارت على ما نعتبره هنا أملا هذا هو السبب في أن فلسفة الأمل تتمرد على التوقع الخامل لتحقيق المشروع وفي هذا السدد يؤكد بيركسون أن المستقبل ليس ما سيحدث بل ما سنفعله به فالتغيير في المستقبل ليس سوى ثمرة تفكيرنا مصعوبة بعدد معين من الأسهم للحفاظ على الأمل وتحريكنا إلى العمل يشبه تجربة هذا الفكر المتخذ في شكل خيال على أنه حلم يمكن تشبيه العلم بشيء نريده بالأمل دعونا نرى ما يخبرنا به أوري دافيد ثورو عليك أن تعيش الحياة التي تخيلتها عليك أن تذهب لترى في اتجاه أحلامك خذ رغباتك إلى الواقع افعل ذلك حتى تكون أحلامك حاسمة لا تتخلى عن أحلامك إذا كنت قد بنيت قلاعا في الهواء فلن تضيع بالضرورة عملك هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه الآن ليس هناك المزيد فقط لوضع أساسيات تحتها يدعونا الفلسوف ثورو إلى أن نعيش خيالنا وبدعنا لنصنع مشروع حياتنا يجب أن تتضمن اختياراتنا الحياتية وخطاة عملنا للمستقبل جزءا مثاليا وإلى ذلك لازم الأمر يوتوبيا يمكن أن من خلالها تنفيذ الوسائل لتحقيق ذلك أن الثورة التي نراها في التاريخ وفي جميع المجالات ليست سواب ثمرت خيال وحلم والناس العظماء الرجال العظماء أو شخصيات العظيمة اقتباسنا فقط من الخطاب الذي ألقاه القص والنشط الأمريكي مارتون لوثر كينغ في 28 أغسطس 1969 أمام نصب لون كولس التذكيري في واشنطن خلال مسيرة من أجل الوظائف والحرية قال كلمة بلفظة فقط لدي حلم حلم القص هو حلم أمريكيشي حيث يجد البيض والسود أنفسهم متحدين وأحراء لتحقيق حلمه قاد نظالا سلميا من أجل الحقوق المدنية الأمريكيين الذين يدعون المساوية بين البيض في عاصل فاصل العنصري لقد أتى الحلم ثمارة في الواقع بالإضافة إلى ذلك بعد 46 عام من أعلان العلم أصبح أمريكي من أصل أفريقي الرئيس للقوة عظمى ورئيس النموذجين وأروع ما في التاريخ كانت تقدم إنسانيتنا في البداية فقط ضمن النطاق الممكن الممكن أن لا أحد يستطيع أن يتخيل كان سيأخذ حامل الأمل حتى يقول الآخرون معهم نعم يمكننا فعل ذلك كان شعارا سياسي نعم نستطيع دور فلسفة الأمل هو تحذيرنا من المأزق والعيش في الأمل حتى نتماكن من تطوير مفهيم أصلية لتحقيق أشياء جديدة وجيدة تذكر أن المحرك لتحقيق الأمل هو إرادته هذه الإرادة التي يجب علينا الإنعناء لها للعقل والتي وحدها يمكن أن تغير كما يقول ألبير جاكار البعث والكيد ما الفائدة إلى لماذا لا صحيح أنه على المستوى النفسي يبدو أن العلم ينبثق من اللاوعي لكن يمكن أن يكون واعي للغاية وخالي من الأوهام لا يستبعد العمل الذي يتعين قيم بيه لتحقيق ذلك على العكس من ذلك في أن وظيفة الخيال التي يستخدمها سوف تستخدم أساس قدراتها الإبداعية ومع ذلك يجب أن تسير إبداعاتنا في اتجاه ما نسميه الأمل الثوري هذا سداد تدفع فلسفة الأمل الثوري إلى عدم الاستفسار من وجه نظري على الرغم من عدم اليقين بشأن التحقيق الدقيق للتغيير وسعي فقط لأخذ مكان وامتيازات الآخر للإبتعاد على الأنانية أن الأمل الثوري لا يضع علاقاتنا مع الآخرين في علاقات المصالح فقط بروح العمل الخيري يمكن أن أحقق رؤية مفيدة للجميع دون الإضرار بالأخلاق بعد ذلك نأتي إلى سؤال العلاقة بين الأمل والسرور يمكن في مصطفى الثالث من العنصر الأول يمكن أن يخدم الأمل في الخداع والإدخال لأن هذا المصطلح مش عون سلبا وإيجابا لا يتحق الأمر إلا بالرغبة فهو ينسج لنا حجاب الماية أو مبدأ التفرد الأنانية لمنعنا من رؤية الآخر في بؤسها ومن موجهة الواقع أن إيرادة العياد تنزع عنها رجاء الأنانية ونصبح عبيدا لها نحن ونبقى عبيدا ما لم نشفى من زونان الأمل إن الأمل مرتبط بالرغبة ينتهي به الأمر إلى الخلط بينه وبين التحاول الواضح الذي يبدو صحيح لأنه يضللنا ويمكن أن يظهر لنا طريقة تقودنا إلى الظلال بمجرد أن يقتصر الأمر على الرغبة ويخزون الألم والمعاناة على الفور لأن الرغبة كما يعتقد شبنهار هي سيد لا يشبع مشاتيرنا بولتير هذا المنظور في كتابها رسائل فلسفية أن أثمن كنز للإنسان هو هذا الأمل الذي يخفف أحساننا ويرسم لنا ملذات المستقبل في عيازة ملذات الحاضر لكن البشر غير محظوظين بما يكفي ليهتموا بالحاضر فقط فلن نزرع ولن نبني وسط هذا الاستمتاع الزئف إن ماذات الجسدية تمنع وصولنا إلى الوجود السعي لأنها تخلق أملا مدمرا مع الكذبة البيضاء يقوم الرجاء على مبادئ أنهنية وغير أخلاقية يخدنا نحن تلاعب بالعقل وبالتالي الانتحار الجماعي وإلا فإنه لن يتتبع مصار إرادة الحياة التي تسعى إلى تدميرنا في رؤيتنا الانانية ولكن الرغبة في الإبداع أو حتى أفضل منها رغبين في المساعد هذا يشكل الظروف المهاتة للعيش السعي يجعلنا نمضي قدما بأيدي ممدودة مثل الأطفال في الختام حول هذه النقطة تجعلنا فلسفة الأمل نفهم أن تشبيت ذراعينا أتمنى لا يستحق العناء ولا الصلاة لكن عندما يصبح الأمل القوة دافع للفعل وعندما يسمع لنا بالإفلات من الاستسلام يمكن أن يكون مفيدا لنا في التغيير الواقع مع الحفاظ على الفترة السليمة فهو قدر على ولاية الحياة السعيدة وبالنظر إلى أن هذا الوجود السعيد يعتمد بشكل أساسي على تنظيم وعمل شؤون الدولة فمن المهم استحضر الجانب السياسي للأمل وفقا لرؤية متفائلة لتعجيل أفضل لتفكيرنا في الإرادة التالية الآيادة في الجزء الثاني من المحاضرة عن السياسة التفاعل السياسة التفاعلية أم عن التفاعل في السياسة منذ البداية يجب أن ندرك أن الهدف الرئيسي للسياسة هو قبل كل شيء ساعة دونا ساعة البشر هذا الغرض من وجود الفكر السياسي والوجود الدولة ومجتمع السياسي لذلك لنبدأ بسؤال أنفسنا ما إذا كنت ممارسة السياسة تجعلك سعيدا حقا هل السياسات تجعلنا سعادة أم تعساء ما هي دوة فرحة عندما نتحدث عن السياسة فإننا غالبا ما نرمع إلى هذا السياسة التي تتسلوها بحث عن السلطة محاولة الوصول إلى الحكم لكن من حيث المبدأ يجب أن تكون ثمرة هذين الدفعين وهما التفاني للمواتنين وإمكانية المساهمة في السعادة الجماعية يعني التدخل في الشأن العام أولا في العنصة الثانية دوافع السياسة الدافع الأول يتحالق بدافع الرئيس بالسياسيين رغبة السياسيين في وضع أنفسهم في خدمة الآخرين قد أشار البابا فرانسيس إلى هذا من عنوان كتابه إن وضع نفسه في خدمة الآخرين هو القوة الحقيقية السلطة الحقيقية السياسة الحقيقية في تفكيره يعطينا رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية رسالة حكيمة ورجاء أمل إنه يذكرنا بما يجعل العيش معا أمرا منطقيا غالبا ما تميل القوة أو السلطة إلى الاستهزاء بشيء الأكثر أهمية علا وهو احترام كل أشكال الحياة وكل الكرامة هذا هو السبب في أن نائب المسيحية يعلمنا أن نعرف كيف نصغي إلى خلوبنا ضمائرنا وحكم ضمائرنا وأن نتواضع لنضع أنفسنا فيما كان مرموك نحترم كرامتنا ولولي لحظة في مكاننا الآخر ما قبل اتخاذ عقراء يعني نراعي الإنسانية كان هذا هو أساس أخلاق شبناور شجعنا في الفلسوف على أن يكون لدينا شعور بالتعاطف يلهم الرغبة في المساعدة في الواقع يؤحدد في مؤسستها الأخلاقية أنه ليس من العقل أن يسعى المرأة لتأسيس الأخلاق ولكن في القلب هذا من المسيحي لإجراء حسابات في أفعال المرأة واستبعاد زملائية في البؤس كما يعتقد الكثيرون أن خدمة الآخرين ليس أسوى شكل من أشكال الصدقة في المفكر القوي بالضعيف والغني يعطي الفقراء والمثقفين يساعدون غير المتعلمين وباختصار يدعمون الصغار ومع ذلك في أنه يذهب إلى أبعد من ذلك أنه تجربة الغذاء والكمال والاستقلال والاستقلالي لكل من المستفيد والمؤلف والفعل أنه يتعلق بتجربة العظمة والقدرة اللي نهائية للبشر على العطاء والجود المعطى ذو القلب بالطهر يختفي وتتلاشى هويته لأنه يصبح واحداً مع المتلقي هذه الواحدة التي تتشكل من قمع هوية المؤلف لربط نفسه بهوية المستفيد تشرب لنا متى أنه تشربت الملكة الكمال والواحدة واحد لأن في هذا العمل يعطي الجميع وينال الجميع هذا يعني أنه في اللحظة التي يخدم فيها شخصاً مع شخصاً آخر يصبح كلاهما معاً تعبير عن نفس الروح لذلك فإن تقديم الخدمة هو بادر تعب وثقة ومسئولية وشجاعة السبب الثاني دافع للسياسة بالنظر إلى الوافع السياسيين وهو إمكانية مساهمها في السعادة الجماعية لكل أمة يعني من خلال التداخل في الفضاء العام لكل أمة قيامها واسفيتها التي يجب البحث عنها في الأقليم المغارد الطبيعية وفي الأفراد أنفسهم الثروة الثقافية والفكرية والمغارد البشرية ولكن تمثله أيضاً أخطاء مكروهة السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي نقدره وكيف يمكن احترام التقاليد وخلق فرص العمل وتحقيق النموة الاقتصادية من خلال استغلال المغارد الطبيعية والابتكار وما إلى ذلك هذه العنص المتاحة للسياسيين لبناء الأمة والاستجابة للمسلحة العامة التي تجلب لنا وحدها السعادة الجماعية النقطة الثانية من القسم الثاني السعادة والسياسة كيف تكون السياسة طريقة نحو السعادة للربط بين التفائل والسياسة دعونا نعود إلى السؤال الذي ترحناه في البداية هل السياسة تجعلنا سعادة يبدو أن الإجابة هي نعم لأن السعادة هدف سياسي وهذه الحالة من الرخاء والكمال والسعيد رفعية تنشط التفائل الفردي والجماعي يمكن بالفعل أن تأخذ السعادة في الحسبان ويتم تصورها على المسؤول الاجتماعي من هذه الزاوية نتحدث عن سعادة الفرد التي يجب أن تكون موضوع الاهتمام السياسي والاجتماعي قد تمت مناقشة القضية المرتبطة بالسعادة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا أنها تطرع عدة أسأل ماذا نعني بسعادة المجتمع أو سعادة الناس سعادة الشعب عدد ما نجعله سعادة هي الهدف السياسي هل يمكن أن يضمن ذلك تحقيق سعادة الجميع هل يمكن أن نتخيل أن السياسة العامة للأم ويمكن أن تفاصل سعادة كل فرد لأنه جازف بإهمال توزيع السعادة بينه كل فرد من أفراد المجتمع بالرغبة في رفع مستوى الرفعية للجميع كان ينظر إلى سعادة على أنها الهدف السياسي والرئيسي والهدف الرئيسي للسياسي بالنسبة للأفلاتون فإن سعادة كل فرد هي جزئين تأثير نظام السياسي وتميز المجتمع السياسي وهي مرتبطة بالمجتمع بسعادة المدينة يعني سعادة الفرد مرتبطة بسعادة المدينة التي ينتم إليها هذا الفرد كما يشترك أرستو أيضا في نفس المنظور من خلال التحديد أن أفض الحياة والتي هي كذلك واحدة لجميع البشر هي الهدف وسبب وجود النظام السياسي الأفضل كان يبحث عن أفضل نظام سياسي يمكنه واحدة أن يؤدي إلى حياة كريمة أرستو هذه حياة يمكن للجميع فيها ممارسة فضائلهم وتحقيق الرغبات التي تشكل إنسانياتهم يجب أن تحقق السياسة الخير من أجل خلق حياة سعيدة من الناحي النظرية خلص أفلاتون أرستو إلى أن السياسة الحقيقية التي تهدف إلى سعادة الجماعية تؤثر بشكل إيجابي على سعادة كل فرد إن المهم لتحقيق هذه الغاية لا تقع على عاطق السياسيين فقط لأن المواطن كمشرع محتمل يجب أن يقضى في الاعتبار خير الجميع ووضع القوانين تجعل من الممكن حياة سعادة للجميع لقد أدت سياسية سعادة للجميع لوجهات نظر مختلفة بتاريخ الأفكار إلى ميلاد النفعية على سبيل المثال التي ترى أن معيير المنفع يجب أن يكمن وراء السيادة ومبادئ العداد هكذا صرح الفيلسول الإنجليزي جيريمي بنتام أنه مبدأ العدد الأكبر هو الغاية العملية العالمية المرغوبة الوحيدة ومن هنا جاءت سيغته الشهيرة أكبر سعادة لأكبر عدد استمرارا على خطة بنتام تور جون ستوارتميل الفيلسوف البريطاني وعالم المنطقة الاقتصادي هذه السيغة أيضا تضع النفعية تعريف العام وجميع السعادة في قلبي تفكيرها سعادة الفردي هي فقط تحسين الرضا عن طريق الحساب الذي يسمع المشرع باتخاذ قرار هذا هو حساب السعادة الذي يسير في اتجاه حساب المرافق الذي يدرك بدل من ذلك السعادة من خلال تحسين رضاء التفذيلات الفردي يرى بنتام الخير الأسمع في هذه الحالة سعادة الجميع كنتيجة لاستهلك السعادة المتساوية لكل شخص ومع ذلك في أن معيار تقييم سياسات العامة يشير إلى أن السعادة ليست سعادة الفرد بل هي سعادة الجميع أي سعادة أكبر عدد يتم تقييمها وفق نظر موحيد وغير شخصي كما أنه ليس من الصعب التأكيد على أن سعادة أكبر عدد يسعى إليها جميع البشر بشكل طبيعي أن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو كيف يمكن الفرد أن ينتقل من الاعتمام الفردي بساعدته إلى الاعتمام بالسعادة الجماعية كيف يمكن الأفراد أن يمتعدوا عن الخلفية الطبيعية التي هي السعادة اللذة لمراعاة الخلفية الأخلاقية أو السعادة الجماعية كيف يمكن الأفراد قبول أن السلطات السياسية تهتم برفاهية الآخرين وتطلب منهم مساهمة في ذلك صحيح أن هناك اختلاف في الهدف الأخلاقي بين البحر عن السعادة الشخصية والبحث عن سعادة معايدة وجماعية يمكن أن تنبع سعادة الفردي من مبدأ التفرد أي من التأكيد الأناني على إرادة الحياة بالتأكيد كل شخص يريد أن يعيش لكن التأكيد على الحياة باعتمام خاص بالمصلحة الذاتية يقود أن مباشرة إلى الرذيلة لا يعتمد الفعل البشري حسرين على مبدأ الأنانية الأخلاقية مما يجعل البحث عن السعادة بعضا حاسما في الأخلاق وهو ما يعني أن اعتبار الأنانية أمرا كونيا هو خطأ لأن السلوك الحقيقي لا يميل فقط ولا يميل بالضرور إلى تعظيم المصلحة الذاتية أن الصراع بين المصلحة الذاتية والقيامة الأخلاقية يثبت هذا الخطأ الأساسي مثل أن نزع إلى الشر فإننا ننجذب بشكل طبيعي إلى الخير لأننا بطبيعاتنا نمتلك الجسد الذي يدفعنا إلى الرذيلة وروح التي تقودنا إلى الفضيلة يمكن الإنسان أن يخطأ بحرية بين هذين الاتجاهين فالميل نحو السعي التفضيلي لسعادته شخصية أو مسلعتها الخاصة يجعل السياسة ممارسة مظلمة ومصدر اليأس والتشاء لا يمكن أن يأتي فرق على المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية إلى من خلال إظهار حكومة العالم الأخلاقي أن شكل معاصل هذا الحكومة الأخلاقية تجسد في دولة الرفاهية أن دولة الرفاهية التي تهتم بسعادة الجماعية وتحترف بحق كل فرد في مستوى معيشة لأق لهو لأسرة بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن الملائم فاضا عن التحسين المستمر لظروفه المعيشية أن السياسة شرعية وفعالة فقط إذا قرر الجميع فصل أنفسهم عن موقفهم الخاص الذي يسمي جون رامز الموقف الأصلي حيث سنكون قادرين على التصرف بشكل مفصل عن السعادة والمطعة وموقفنا في الفضاء الاجتماعي لإثارة اهتمامنا في الآخرين عندما نتبنى وجد نظر غير شخصية فإن الحدث الأساسي الذي نتوصل إليه هو أن الحياة كلها مهمة وأن لا أحد أهم من الآخر ما يحدث الآخرين لا يقل أهمية عن ما يحدث لنا أن رفاهية كل فرد تبرر المصر العادل للمجتمع لكل فرد دعونا نجرب توليفة خفيفة من هذه العناصر لزرع التفعيل في السياسة يجب على كل فرد وخاصة من أولئك الذين يديرون الدولة إظهار الاهتمام بالسعادة الجماعية والتخلي عن السعادة الشخصية أن تشيئ مخيبة الأمل في السياسة ينبعان من الاهتمام بمتعة السعادة قبل سعادة أكبر عدد عندما يشعر الناس بخيبة أمل شديدة سيقولون أن مستقبل بلادهم قاتم للغاية السعادة ليست مجرد شعور ذاتي لأنها تعتمد على الظروف الموهوعية التي يمكن ملاحظاتها في العلاقة الاجتماعية في هذا السدد يذكرون شبناه في مفهومة عن إرادة الحياة أنه بصرف النظر عن المبادئ الأخلاقية ليمكن أن تحدث السعادة لأن تأكيد إرادتي في الحياة ينتهي إرادة للأخرين تماما يمكن أن يحرمني أيضا بعبارة أخرى دون منارات السعادة الجمعية يمكن للتعبير عن سعادة الشخصية أن يحجب سعادة زملائية والعكس الصحيح هذا يعني أن سعادتي تعتمد على العمليات الداخلية السلام الداخلي مثلا وخاصة على الظروف الخارجية السلام الاجتماعي ومن هنا تأتي الحاجة إلى الدولة الاجتماعية التي تسعى إلى تحويل المصلحة الشخصية إلى موقف مستوحة من اعتبارات العدالة النزيهة أو نزيهة العدال لموصلة ربما هذا الموقف لأن التفاعل الوطني الذي هو ثمر من هذه الحالة الاجتماعية يستحق الملاقش المقصود بالتفاعل الوطني التفاعل الوطني ليس سوى منظور إيجابي من الشعب كله تجاه السياسة العامة للحكوم وتأثيرها على الفرد في حياتنا اليومية وظروفها الاجتماعية ومستوى معيشاته وبيئاته باختصار في كل ما يؤسس كرماته وجدارته وحقه هذا لا يعني الكبريئ الوطني لأنه يمكن المرء أن يفخر بجنسياته بينما يشعر بخيطة أمل عميقة من الصعود السياسي لبلده يمكن الجميع أن يفخروا بما هم فيه في الدخل ولكن قد لا يفخر المرء بكل ظروفها الحالية لا أحد يفخر بأن يكون بائس من غير سعيد أو أن يعيش فيها شاشة شعب يغرق في التشاهم طالما أنه وضعه لك شف عن مستقبل وعد في البلدان الفقيرة أو في أوقات الحرب من الأسهل غرس التشاهم من زرع التفائل الوطني الفشد السياسي الذي يترجم الكارثة في كل المجالات يقود المواطنين نحو التشاهم الوطني يظهر الآخير التشاهم الوطني عندما يجدو الناس اليأس ككل ولكن من أين يأتي هذا اليأس الجماعي؟ أليس استمرار الظلم الاجتماعي؟ ومن أين يأتي هذا الظلم الاجتماع؟ إذن كيف تؤدي السياسي إلى الظلم؟ ما هي طبيعة السياسة الظالمة؟ في مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان البحث عن الأسباب يحاول إيتيان شوار أستاذ معرفة سبب أسباب الظلم الاجتماعي يقول أن الظلم الاجتماعي يأتي من العجز الشعبي الذي تمت برمجته منذ الدستور الناس الطيبين ليس لديهم القدرة على المقاوم يقضون وقتهم في الشكوى لكنهم لا يغيرون أي شيء لأن عجزهم السياسي يمنعهم من التصرف يأتي هذا العجز السياسي من نص الأساسي الذي يجعل المسؤولين المنتخبين لدينا غير قابلين للعزل من يكتب الدستور له مصلحة في عدم كتابة الدستور الصحيح والقوي؟ هؤلاء الصحيح هو القوي يعني هؤلاء الممثلون مفيدون وينتجون الحقوق التي نحتاجها لتهدئة لتهدئة المجتمعين لكنهم في نفس الوقت يكونون خطيرين عندما يبدأون في إيساية استخدام السلطة لخدمة المسلح العامة لتحقيق غيات شخصية يذكرون مونتسكيو في روح القوانين كل شخص لديه سلطة يميل إلى إيساية استخدامه إن إيساية معاملة السلطة أو إيساية معاملة القادة تظهبت هذا العز الشعبي ومصدر اليأس الجماعة والتشاهم الوطني من حيث ما يبدأ يعمل الدستور على إضعاف السلطات والتحقيق فيها لحميتنا من إيساية استخدام السلطة ولكن بالنظر إلى أن السيد السياسيين هم من يكتبون الدستور لأنهم يبرمجون قوتهم وعزهم ومن ناحية أخرى يجب الاعتراف بأن السلطة تدفع أولئك الذين يسعون إليها إلى الجنوب الأشخاص الطيبون والعادلون والصديقون لا يريدون أن يحكموا على الإطلاق لذلك في أن الذين يتوقون للسلطة هم الذين يحكمون والذين يسعون إليها إلى إضعاف قوة سلطة الشعب وقوتهم هذا بالضبط ما يقوله ألاء يعني ألاء المفكر العر في كتاب عن السلطات بعد كل شيء في أن السيمة الأكثر وضوعا للشخص العادل هي عدم الرغبة في أن يحكم الآخرين على الإطلاق يعني وأن يحكموا نفسها فقط هذا يقارن كل شيء بمعنى آخر سيحكم الأسوأ هذا الاقتراح المبني على أساس ملموس يغفي وراءه غياب الفترة السليمة من بين من هم في السلطة الأسوأ تميل السلطة إلى دفع أنانيتنا إلى مورا حدودها وهذا يؤدي فعليا إلى فشل سياسي والذي يفسره التأكيد المفرد على إرادة القادة في العيش خارج نطاقهم إلى إنكار العقوق والعوريات التي تقوض كرامة الأنساء نتحدث في هذا الموضوع عن شعب معبط محروم مما هو ملكهم طبعا احترام حقه الفرد يعزز السعادة والسعادة بدوره عنصر أساس من عنصر التفاع هذا في مشروع المجتمع السياسي يمثل مؤشرا على رؤية وطنية إيجابية يعني على سبيل المثال يوقع الحرفين في هدوء وفرح وسنكون مباركين وهو الوقت الذي كان فيه الشعب ككل يأمل كثيرا في السعادة بعد تحريره من نير المستعمرين قد زرعوا تفائل وطني بعد التفائل السياسي الذي شاركه الشعب كله ويشمل أعلان الاستقلال انتصارا وطنيا وهو ما يرقى إلى القوت بأن التفائل السياسي شرط لا غنى عنه لاحتمال التفائل الوطني يجد الناس صعوبة في التطالع على المستقبل بتفائل إذا كان أولئك الذين من المفترض أن يحمهم والذين منعوا قوتهم يسيئون استخدام عدم قدرتهم على التصرف وينفرون من حقهم دون وحامي فاسد يعيشوا بعيدا عن السعادة في نقطة السعادة القومية الإجمالية اخترت بعض الدول قياس حالة الدولة من خلال السعادة منذ عام 1972 كان نمو إجمال السعادة الوطنية في نظر من يرأس الدولة مؤاشرة أكثر أهمية للبلاد من المؤاشرة نتج المحلي الإجمالي تكشف الدراسيات الاستقصائية الدولية مثل تلك الخاصة في قاعة البيانات العالمية للسعادة أو تقييم السعادة القومية الإجمالية أن مساوية السعادة تختلف من بلد إلى آخر الفرنسيين أزعد من الملقشيين والملقشيين أكثر من سوريين الموجودين في الحرب تستند مؤاشرة السعادة الوطنية على تسعة معايير لتقييم مساوى المعيشة النمو الاقتصادي التنمية لحفاظ على الثرقة والتعزيزة حمية البيئة والاستخدام المستدامة للموارد والحكم الرشيد والاستقرار الاقتصادي الكلي والتعليم والمعاملة يعني تشغيل ينتج الدخل للقاوم الإجمالي عن مؤشرين مثل الناتج المحلي الإجمالي والمؤشر التنمية البشرية خيص نتائج السعادة على سعيدين الوطني والدولي هذا ممكن بالفضل التخاوف من السعادة على أساس المعايير الاقتصادي وهكذا قدمت المتحدة في 14 أذار مارس 2018 إلى الفاتيكون تقرير السنوي الذي تضمن تصليف 156 دولة في العالم حيث من الحياة الجيدة بمناسبة 20 مارس يوم العالم للسعادة يقارن تقرير 6 عوالم تشاهد تشمل الناتج المحلي الإجمالي للفرد متوسط عن العمر المتوقع ودعم الاجتماعي وأولية المارك في اتخاذ خياراتها في الحياة والكرم والتحرم من الفساد وأذرت نتيجة أن في لندا في المركز الأول تليها النروي جداً مارك والجزيرة يعني ربما بحث الجزر يعني الجزر المتطور ربما وأيضاً سويسرا الماني في المركز الخمسة عشر وفرنس في المركز الثالث والعشرين ماذا يعني عن الجزيرة الكبيرة يشير مؤسر السعادة الصادر في 20 مارس 2016 لأن مدغاشقار هي من بين أكثر عشر أشخاص تعاسع في العالم يدعو تقرير السعادة العالمية مدغاشقار في مرتبة 148 من أصل 157 في هذا الترتيب الدولي تختلف الجزيرة الكبيرة كثيراً عن جزر قمر مرتبة 138 وزنباب ومرتبة 131 قتل بلدين التي أعذبتها الحرب وأبتل بها الأرهيب مثل تنزاني وليبيري وغيني ورواندا وبينين وافغانستين وتوغو وسوريا وقورندي وهي وراء مدغاشق ألو على ذلك فهي رابع أقضر بلد وخمس أفقر بلد في العالم أن الظروف غير الصحية هي على معنى الفقر وتضعون بسوريا في حالة بعيدة عن الإزدهار والسعادة تظهر النقاط السلبية حول التنمية أن البلاد وصلت إلى طريق مسبوط على رغم من تصريحات الفخ لدي نقلها القادة الذين قالوا أنهم راضون عن أفعالها مثل هذا الوضع يؤيد التشائم الجماعي إلى جهاز التعبير التشائم الوطني في النقطة الثالثة العلاقة بين السعادة والتنمية تفسير تفصل اختلافات في السعادة عبر البلدين في الواقع من خلال الاختلافات الكبيرة في التأثير الإيجابي للسياس الحكومية العامة على الحياة اليومية في هذا الصدد يقول روت فين هوفن عن الاجتماع الهولاند المتخصص في دراسات السعادة أن البلدين السعادة هي تلك الغنية ذات الاقتصاد التنفس الدمواء لها ديمقراطية ومحكومة جيدة وهي تلك التي تسود فيها المساوية تبايل الجنسين والتسامح حيث يكون للناس الحرية في اتباع أسلوب حياة الذي يناسبهم بشكل أفضل الناس أكثر سعادة وتفائل في البلدان الغنية والعرى والمساوية والتسامح أن تفائل الوطني يشمل الرخاء المادي والأمن والحرية وتكافئة الفرص للجميع والمناخ الثقافي والاجتماع وإمكانية تتمتع بقيمة الحداثة وفيما يتعلق بهذه المؤشرات يتساءل عما إذا كانت السعادة الوطنية تحتمد فقط على العوام المادية التي تبدلكها الدولة بما في ذلك القوة الاقتصادية لأن مثلا دولة فنلندا التي تحتل المرتبة الأولى في قامة أسعد البلدان متقدم فاق كبير عن فرنسا لا تظهر حتى بين القوى العظمى يمكن الثقافة أن توضح هذا اللغص في الواقع تميل بعض الثقافات إلى الحفاظ على نظرة قاتمة للحياة في إن أنا بعض الآخر سيكون أخف يلعب المناخ الثقافي ناجم عن بعض القيمة الاجتماعية دور مهم في إمكانية تشعور بالسعادة من الواضح أن الأفراد يكونون أكثر سعادة في البلدان التي يتم فيها قبول الفردية ورفض الاستبداد على أي حال كلما كانت الدولة أكثر حديثة أي أنها قادرة على ضمان العقوق الأساسية فإن المواطنين الأكثر سعادة لديهم إمكانية الوجود أسعى لمجتمعاتها الأكثر تجنسا أنها تعطي قيمة أعلى لحقوق الأنسان والحرية القسادية والسياسية ويظهر القادة الحوكمة الرشيدة عندما تسود الديمقراطية ويصبح احترام العقوق المدينية أكثر أهمية عندما تكون المؤسسات مستقرة وشرعية تزداد الرفاهية الذاتية بشكل كبير والمشاركة في الحياة السياسية تجعل المواطنين أكثر سعادة في سويسر حيث الديمقراطية مباشرة أي مثال جيد فمن الواضع أن سعادة منخفضة للغاية دون مستوى الكفيف قال أرسو حسناً ألم البؤس يأتي إليه من قسوة القدر الذي يثقله لا توجد عهدة تنزع منه الشعور الجسدي بالتعب والإرهاق والجوع هذا يشعر الفرد بالحزن والمعاناة الأخلاقية عندما تكون ظروفها المعاشية لا تتاق هذا يدفعهم بسهولة إلى زرعة الشعر الواقع الكئيب والمستقل يستلزم حتماً نظرة القاتمة بنفس القدر أن ثقافة التفائل أعلى بشكل مرعوظ بين الشعوب التي تعيش في البلدين التي يكون فيها الاقتصاد أكثر ازدهاراً حيث يتم ضمان حقوق الأنسان كلما زادت ثراء الدولة وحيث تم احترام السلطة العامة القانون زادت تفائل الفرد بشأن مصيره التفائل هوات المشروع بسعادة أغلبين وهذا جو لطيف تتضمن تحسينيات في الظروف الاجتماعية زيادة الدافع للسعادة واكتساب ثقافة التفائل من الأسهل لمن يفتقر إلى المواد أن يتخلى عنها من شخص لديه كل ما يلزم لتنفيذ مشروعه لكننا نجد أن العلاقة بين السعادة والدخل الشخصي أقوى في الدول الفقيرة ومنخفة في الدول الغني يمكن تفسير ذلك من خلال الحقيقة أن مصور الثروة بين الناس في البلدان المتقدمة ليس له أهمية حاسمة في الرضاة عن حياتهم سبب بسيط يميل الإنسان إلى البحث عن ما ينقصه عدم يكون ثارياً يفكر المرأة في العثور على السعادة خارج الثروة ومما سبق فإن تفكيرنا يقدم إنكاراً للأطرح القالب أن السعادة هي سمة أو خاصية شخصية مستقرة وأن الإنسان سعيد أو غير سعيد بشكل مزمن مهما كانت الظروف تتحدث هذه الأطرح عن السعادة الداخلية الناجع عن السلام الداخلي هذا هو نسميه بالمعنى الإغريقي أتاركسيا يعني رح غياب الاثراب ومستلح ظهر لأول مرة عند ديمقريتس عند ديمقريتس يعني للإشارة إلى هدوء الروح والذي أصبح فيما بعد السعادة عند الرواقية والأبيقورية والريبية يعني أصبح مبدأ السعادة يعني الريبي ينشأ من عدم وجود أي اثتراب أو ألم ومع ذلك لا يمكن تحقيق السلام الداخلي إلا إذا كان هناك سلام خارجي أو سلام اجتماعي وهذا يعني أنه في حالة الإصابة الشخصية وعدم الاستقرار السياسي وأن عدم الأمن الاجتماعي والحب العروب من المستحيل أن تجد راحة البال السلام الخارجي هو الذي يحدد السلام الداخلي وهذا يعني أن تحسين ظروف الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والتدابير الأمري هو واحدة الذي يضعنا في حالة سلمية ويسمح لنا بتحقيق سعادة أكبر عدد إجمالا التفاعل الوطني حتى لا ينحرف عن الواقعية ليس مجرد حلم للبؤسع حلم يعطي صورة الفردوس الاجتماعي بل هو احتمال الحصول على السعادة من المجهود الذي يبذله المواطنون والمواطنيات خاصة القادة لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تكون الرؤية إيجابية أو سلبية فقط فيما يتعلق الظروف في الوقت الحاضر ومنطق معين المستقبل يتتبعه عقلنا ولهذا يؤكد نابوليون وبونابات لا يمكنك قيادة الناس إلا من خلال إظهار المستقبل لهم تاجر راجي تاجر ألم مباشر بالأمل الشعب المتفاعل هو شعب الذي يجد المزيد من الرذات وجه نجاح بلدي في عدد مجالات لأن هذا النجاح يفترض مسبقا نجاحهم بالمقابل يشعر بالإذيال حتى لو لم يظهر أو يقول العكس بكل فخر من ظاهر وله حجب إذا أراد كثير من الناس في بلدان فقيرة الذين أعذبهم الحرب أعذبتهم الحرب والبؤس أن ينسبع المواطنين في بلدان المتقدمة حيث يسود السلام حيث يجد كرمته لأن لا أحد يريد أن يعيش في رعب والجميع يحاول الهرب من مكان يسبب المعاناة ويسعى للجمال والأنسجام وعضوبة العيات وهذا يفسر سبب استحالة وقف الهجرة غير الشرعية للبلدان المتقن المهجرون ونسبة إيسين ويائسين رحاية الإبادة الجماعية والتحذيب والحرب من بلدانهم الأصلية أنهم يأملون في إيجاد السلام في البلدان المزدهرة في دولة ذات مؤاشرة تصور سلبي حول التنمية يكون تفاعل الوطني وحاة الكبري الوطني موضحة السلام أو مشكوك فيه أو معدوم تفاعل الوطني يعتمد بشكل ضعيف عن جانب الثقافة ويقوى على نجاح الوطني الذي تفسره السحة الحكومية والاجتماعية والاقتصادية في البلد المريض يولد شعبا محبتا ويائسا وفي الختام تتطلب فلسفة الأمل الإرادة الفردية والجماعية لمشروع الإثار نكرام الذات وتفضيل ونصلحة الآخر في ثقافة الإثار وهذه نحقق الوزود السعيد حيث يمكن نقل التفاعل في السياسة والتفاعل للوطني إن الشعب المتعب والمنهك والجائع شعب ليس لديه اتجاه للتنمية يجد صعوبة في تنمية التفاعل الوطني لذلك يشبع للسياسيين طمئنت الناس ومنحهم الأمل من خلال إجراءات الملموسة التي تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد كعام الرئيسي للتنمية وتبرهن على احترام حقوق الإنسان لأنه خلاص القوم يعني صفوة القوم النهاية توجد سعادة فقط عندما يتم استفاع جميع الشروط اللازمة لإسعادنا إسعاد الناس إذن هنا انتهت فلسفة الأمل بين الوجود السعيد ويعني خلاص الإنسان أو التفاعل السياسي أرجو أن تكون هذه المحرقة قد أفادتكم وفيها كثير من الرجاء والأمل ورفع للمعنويات وفيها الكثير من السياسة الناجحة والناجعة شكرا جزيلا على حصول إصرائكم إلى اللقاء في المحاضرة القادمة